وضف رئيس مجلس الوزراء أن الاستثمارات الضخمة في الفترة الأخيرة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي فضلا عن صفقة رأس الحكمة تضمن أن عددا من شركاء التنمية الآخرين سيضخون أموالا لمساعدة ودعم مصر خلال الفترة القليلة القادمة الاتفاق اللي تم الإعلان عنه مع صندوق النقد الدولي أمس اللي هي بباكيج حضركم سمعتوها 8 زائد 1 و 2 من 10 يعني بإجمالي 9 و 2 من 10 مليار غير الصفقة الحمد لله اللي تم تقابليها بـ 35 مليار غير أن توقيع الاتفاق اللي مع الصندوق بيضمن لنا أيضا أن عدد من شركاء التنمية الآخرين زي البنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى والاتحاد الأوروبي حيحطوا أيضا مبالغ لمساعدة ودعم مصر في خلال الفترة القليلة جدا القادمة وحيتم الإعلان عنها